قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين برحب حضراتكم مشاهدين الكرام وقد وصلنا إلى المحطة الأخيرة في هذه الرحلة التي انتدت إلى أكثر من 33 حلقة كاملة ما بين سير أعلام ومشاهير القراء في مصر في مصر دولة التلاوة هذه القوة الناعمة التي حبى الله سبحانه وتعالى بها أرض هذه البلد الطيبة فأنبتت هذا الطيب من العلماء والقراء الذين خدموا كتاب الله سبحانه وتعالى اليوم نصل إلى هذه المحطة الأخيرة وستكون مع القارئ الشيخ علي حجاج السويسي في مصر دولة التلاوة قال يا بني إني أرى في المنام أني ألبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر كان الشيخ علي حجاج السويسي يلقب بالقارئ الملتزم حيث جعل حبه للقرآن الكريم ولهفته لتعلم أحكامه منذ صغره نبراصا للالتزام بالأحكام المرعية الشرعية لتلاوة آيات الله الكريم تميز بصوت حسن بدقة والتزام عجيب بالأحكام مع قوة الحفظ رحم الله الشيخ علي حجاج السويسي القارئ الملتزم رحب حضراتكم وبرحب فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمع أهلا بحرف الدكتور أهلا وسهلا بكم أهلا بكم صاحب الفضيلة بداية ما الذي كان يميز القارئ الشيخ علي حجاج السويسي رحمه الله عليه الله يرحمه رحمه وسعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ ولد رحمه الله تعالى سنة 1926 في الجمالية بس هو أصلا من البداري في أسيوت إنما أبوه كان يشتغل رئيس المحضرين في محكمة من محاكم القاهرة وكان سميع يميز الأصوات حلو وكويس وكان يحب القرآن قوي والمقرئين فتمنى لو أن ابنه يعني أصبح قارئ هو اسمه علي وكانوا يسموه السيد علي وأبو حجاك ف وده كتاب اللي في الجمالية كتاب الجمالية ده في مين بقى فيه سيدنا الشيخ عبد العزيز الصحار الشيخ عبد العزيز الصحار ده يبقى شيخ شيخي أنا شيخ الشيخ الهامداني وشيخ الشيخ عامر وشيخ الشيخ عامر بن عصمان وشيخ المشيخ دي كلها الشيخ الشيخ الزيات فعبد العزيز الصحار ده يعني من طبقة مسعود الجنين بقى اللي هم تنمزة المتولد كبير يعني حاجة بقى زي جبل كده فالشيخ عبد العزيز الصحار كان حاجة تانية ايه التانية انه هو ما هواش فتح كتاب ده هو كان مش بيحفظ بس ده عنده بيت أكاديمية يعني أكاديمية مركز بحسي مركز إعداد مركز يتولد فيه الحفاظ ثم تسقى للكفاءات يعني شغل على زي ما بيقول المصريين على ما يبهض الشيخ عبد العزيز الصحار ده واحد كبير جدا وما خدش يعني ما ينبغي أن يكون له من الدراسة والشهرة وكذا إلى آخر لكن ده أستاذ الكل بقى دول اللي هو المشايخ اللي احنا لتقناهم وشفناهم والتلمزنا عليهم ده بقى شيخهم يعني ده جدنا دعا عبد العزيز الصحار فراح للشيخ عبد العزيز الصحار حفظ القرآن ولد نابه وصوته حلو وفيه تشجيع في البيت ابتدين بقى يروح للشيخ رفعت ويسمعه يروح للشيخ عبد الفتاح الشعشاع ويسمعه يروح للشيخ الناس ده هي كلها يسمع بقى ويتعلم ممارسة كويس لغاية ما فيه في يوم بقى مع سيدنا الشيخ عبد الفتاح الشعشاع وعمل له روحه كارت فرحان بروحه كده هو مبسوط وعمل له روحه كارت كاتب عليه السيد علي حجاك فقال له يا ابني وبصل الكارت كده قال له لا انت ديك مستقبل وادائك كويس وحلو وصدق حلو اعمل ليك اسم زي اسم عشان تتعرف به اعمل اسمي يعني غير اسمي قال له لا يعني اعمل لك اسم كويس فرح في الوقت ده ابوه يزور خاله في السويس قعدوا هناك ثلاث شهور غاب الناس افتقدته فين الشيخ علي فين الشيخ علي الشيخ علي في السويس الشيخ علي في السويس فرحوا انطلعين عليه علي السويس عشان كده فبقى اسم الشهرة بتاعه الشيخ علي السويس وبقى يكتب السيد علي بدأ الحجاج وبقى اسمه علي علي حجاج السويسي ومن هذا اليوم وهو أصبح في هذا المقى سنة يعني لما بلغ بقى 25 سنة راح تقدم للإزاع سنة 51 وقبل في الإزاع وفاس فعلا من كذا إلى آخرين الشيخ علي حجاج السويسي يعني إيه من مدرسة رفعت من مدرسة رفعت يحاول أنه هو يقلد الشيخ رفعت ويبقى من المدرسة بتاعته ولكن استقل بعد كده وسافر كتير يبقى إذن الانتشار الأفقي مع الإزاعة اللي عملت له كده بقى يدعى من الخارج لغاية مدعته مرة الأسرة الحاكمة في الكويت لما راح الكويت خلوه يعمل ختمة مرتلة هي دي بقى اللي نفعت نحن أنه في ختمة مرتلة عملت له في دولة الكويت والختمة دي موجودة لغاية المعرض الشيخ علي السويسي برضو راح ودرس شوية مقامات والحاجات دي هي درسها في المعهد بتاع الموسيقى العربية يعني درس موسيقى بقى أو مقامات وتخصص درس موسيقى ومقامات وكل حاجة بس الختمة اللي هو عملها عملها مرتل المرتل ما يبانش فيه قوي الفنون المختلفة والمقامات والمداخل والمخارج والقرار والجواب بتاعها وكذا اللي فيه المجود المجود المساحة أوسعة فيه بيان هذه المقامات وهذا الأمر مصبوط في الوقت ده كان فيه أسماء تانية برضو مبيرة كانت موجودة على الساحة في الفترة يعني منتصف القرن عشرين ألف يعني الخمسينات الستينات والسبعينات كانت عمله إزاي كان إزاي قادر أنه يتواجد في وسط هذه الكوكبة من الشيخ الحصري والشيخ البنة والشيخ عبدالصمم وغيرهم طبعا هو كان علاقته بالجميع علاقة جيدة وهو مات عنده ستة وسبعين سنة في خلال هذا من ستة وعشرين لستة وسبعين هو مات الفين واثنين الفين واثنين فهو كان عنده ستة وسبعين سنة في خلال هذه الفترة كانت علاقته علاقة طيبة مع جميع القراء وتنقل ووزارة الأوقاف حطته في كذا جامع لكن قال به الأمر في النهاية إلى مسجد الفتح اللي هو اسمه ولاد عنان اللي موجود في رمسيس مسجد ولاد عنان مسجد الفتح الماسجد الفتح دلوقت اللي في رمسيس اللي هو في رمسيس ده أصلا اسمه ولاد عنان ولاد عنان دول عائلة عنان دول من ولاد سيدنا عمربن الخطاظ مباشرة مباشرة فعلا نسابه لا مباشرة نسابه هذا ما فيهاش كلام العيلة دي بنته زمان وكان يتكلم عنه أحمد أمين في معجم العادات والتقاليد المصرية ويقول عليه شوية حاجات كتيرة بعد ما جددته الوزارة كانت المدنة بتاعته هي أعلى مدنة موجودة فيك يا قاهرة القاهرة يقولوا كانوا عليها زمان الألف مئزانة دلوقتي ما شاء الله فيها أربعة تلاف لكن المئزانة دي بتاعت الفتح أعلى وحدة فيه إلى الآن إلى الآن مسجد الفتح بقى هو استقر في مسجد الفتح لكن تكاثرت عليه الطلبات من داخل مصر ومن خارج مصر ولذلك تجدوا من الحاجات المرسولة أنه هو عطمر خمستاشر مرة خمستاشر مرة كل ما يروح السعودية علشان يقرأ أو كذا إلى آخره يا الله فسبحان الله اعتمر خمستاشر مرة حج عشر مرات حج عشر مرات وده طبعا مبلغ كبير من المرات لكن ظهر دول كثيرة جدا وكان له قدم صدق في هذه الدول رحمه الله فهو لما مات بقى 2002 يعني نساب لنا بقى الختمة اللي هي عملها في دولة الكويت رحمة الله عليه سيدنا حضرك نخرج فاصل قصير ونستجمل بعض الفاصل بإذن الله إن شاء الله شكرا لحضرتك أرجوكم خليكم معي شكرا للمشاهدة القارئ صاحب الفكر هو يتبع مدرسة الخشوع أشعر وكأنه يرتدي عباءة شيخ محمد رفعت إحساسا وتدرعا وتذللا ولكن كان عشقا للشيخ كاملوس في البهدين نفس الصراخات التي كان يذهب إليها عمل خلطة رائعة يبدأ بقرار البيات يذهب إلى الرصد يصعد للبيات هنا منطقة العمليات الصبا الفكر في الأداء يعني ورد عن الشيخ مصطفى أسماعيل رحمه الله وهذا درس لأولادنا حتى يتعلموا كيف كان فكر هؤلاء القراء وكان يقرأ في غرفة تجمع ثلاثة من العمالقة الشيخ مصطفى أسماعيل الشيخ علي حجاج السويسي والشيخ عبد الباصل تخيل أن غرفة تجمع هذه المدارس الثلاثة وإذا بالشيخ علي حجاج السويسي يقرأ قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين بصوت هادئ ردت شيخ مصطفى أسماعيل رحمه الله هو صاحب فكر قال يا شيخ علي أنا أشعر أنها موافقة بتردد لابد أن تكون موافقة بعزيمة بإصرار بقلب كما يقولون هكذا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بمقام العجم الذي يعبر عن القوانين والأمور المسلمات وإذا برد عبقري من مدرسة ألا هو الشيخ علي حجاج السويسي قال أردت أن أظهر الاستسلام والموافقة والتأدب من سيدنا إسماعيل حينما يرد على أبيه حقا شيخ علي حجاج السويسي رحمه الله القارئ الفيلسوف موسيقى موسيقى هنا وسط التاريخ وعلى أعتاب أحد شوارع حي الجمالية العريق فبين حارات خان الخليلي وعلى أصوات مآذن مسجد الحاكم بأمر الله ولد شيخنا الجليل علي حجاج السويسي ليكتب تاريخا بحروف من نور في رحاب المخلصين لكتاب الله تعالى والمقيمين لشعائره فلط الدكتور اسمح لي أولا أنا أشكر حضرتك وإحنا في نهاية الموسم الرابع لأن حضرتك الرابطنا من هؤلاء القراء والقامات الكبيرة بنسمعهم في القرآن الكريم وفي أماكن مختلفة ولكن معاشناش معاهم عمرنا زي معاشناهم مع حضرتك الأيام اللي فاتت فجزاكم الله عننا كل خير يعني أولا شكرا لك على هذا الشكر لا عفوا وإن كان هذا أمر يعني واجب وينبغي علينا جميعا أن نعلي شأن القرآن وشأن القراء طبع ولكن الحقيقة يمكن توفقني الرأي إن السنة دي الحلقات كان عليها نورانية لم تكن في نورانيات السابقة السنة دي البركة زيادة أوي يعني لما عملنا أرض الأنبياء مع بعضه وبعدين عملنا أرض الصالحين الصالحين وبعدين أهل أرض المجددين يعني بزلنا جهد حسنا يمكن شوية بمجهود لكن المرة دي الحقيقة الحقيقية وقال يعني كأن أنوار القرآن يعني شملتنا ومشت الأمور بسلاسة ولطافة نستشعر أو أنا أستشعرها وأظن أن الجميع يستشعر هذا التيسير صحيح والسهولة واللطافة فرضي الله تعالى عن هؤلاء القراء في الأنبياء ثم في الصالحين ثم في المجددين كان هناك يعني كلام نقدر نقول أو نوصفه إنه شوي علمي أو كان فيه معلومات وأنا أتذكر مثلا أخونا الدكتور زاهي حواس نعم لما جيها طرد على حاجة كده وردنا عليه ساعته ورحنا يعني عند أحد الإخوة الكرام في بيته وفطرنا مع بعض علشان يعني قال إيه قال ما يكونش في النفوس الحقيقة وطبعا ما فيش في النفوس الحقيق طبعا قمام كبيرة طبعا طبعا لكن لكن احنا في السنة دي الحقيقة وكأن شيئا زيادة عن البركة وزيادة عن الرحمة وزيادة عن السكينة نعم احنا بنحس به في البرنامج عندما تكلمنا على هؤلاء بس عايز إن أنا أنبه على حاجة يمكن تكون واجبة وهيسألها بعض الناس وبس كررناها إحنا كذا مرة إنما بكررها تاني وأؤكد عليها وبتقل عليها بتبت عليها زي ما كنا بنقول في حفظ القرآن وهي إن اللي إحنا عملناه ده ده مثال نعم نعم ويجب إن إحنا نمد ستة كده إحنا عندنا في مدود التجويل يقول لك إيه في مد ستة حركات مثال بس طبعا ما فيش موجب للمد هنا إنما إحنا بالتأكيد بنمد ليه بقى علشان التنبيه يعني فنقول ده مثال ليه كم هائل من القراء يستحيل إن إحنا نستوعبه ولاد قراء كتير ممن أثروا مصر وممن هم متقدمين في هذا المجال هيسألوا هيقول الله طب فينا أبونا ليه ما ذكرتوه أبونا أولا بنقدم لهم كل الاعتذار وثانيا بنقول لهم يعني إحنا ذكرينهم في قلوبنا وذكرينهم في أسمعنا وذكرينهم في حياتنا وإن المثال اللي إحنا ضربناه بالقراء البسيطة في العدد اللي إحنا عملناها القوية في الزكر نعم بيمثل حجر واحد فيه هرم كبير بتتمتع به مصر من قراءها الأفاضل الأكابر الأكارم اللي إحنا يعني عايشين في خيرهم وعايشين في بركتهم الحمد لله بركة والحمد لله وفضل من الله الحمد لله طيب بعد يعني استعراض فضلتك لهذا الكام والكوكبة من القراء حضرتك استعراضتهم وشرحت سيار حياتهم ومحطاتهم بمنتهى الأمانة العلمية والمحبة المتساولة نعم ولكن أكيد في أزهان ساد المشاهدين بعد هذه الحلقات بيسألوا طب يا ترى مين الشيخ المفضل عند أو المحبب أو الأقرب إلى قلب دكتور عالي جمعة واللي دايما بيحرس على سماعه كده في البيت أو في الاصطراحة وهو قاعد في خلوة مع نفسه هقول لحضرتك حاجة لأنه ده السؤال ده يعني زي ايه سؤال امتحان صعب شوال لا خالص والله يا الله إنما لا مش سؤال محرج لا هو مش محرج لكن القضية ايه القضية إن دي الناس دي مواهب ربانية ومنح صمدانية فهم عاملين زي المكعب عارف الكعبة مضبوط فأنت عايز تقول لي إلى أي وجهة أو ضلة من أضلع الكعبة تحب أن تصلي الحقيقة إنه من ناحية التعلم والتعليم والذي نشأنا عليه حتى نجيد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصر نعم رحمة الله عليه من ناحية تمتع الاستماع والخشوع والخضوع الشيخ محمود صديقه من شاء رحمة الله عليه من ناحية التحليق في الملأ الأعلى الشيخ رفعت نعم الله يرحمه واخد بالك إزاي نعم أصمت من ناحية المنح الربانية في يزيده في الحلق ما يشاء اللي هي قراءة الشاذ اللي هو الجمال والكمال كله الشيخ مصطفى إسماعيل نعم صحيح مواهب ربانية ومنحة الملضانية وعلى كل حال أنا أجبت ما تقوليش إيه طب ومين فيهم أول أنا عرفت بقى طب قولي أقول أيوه أقول طيب قلت الشيخ محمد صديق المنشاوي محمد صديق المنشاوي لأنه إيه السماع اليومي اللي هو الحصة بتاعتنا أيوه هي محمد صديق المنشاوي نعم نعم رحمة الله عليه طيب أنا أستأذم فضلتك يعني والسنة الحميدة يعني دايما نحنا بنختتم السنة والموسم اللي احنا قدمناها لحضرات سادة المشاهدين اللي بيستحقوا منها دمان كل خير إن احنا بنختتم بدعاء من فضلتك دعاء لمن ذكرناهم من القراء ممن لم نذكرهم من القراء دعاء للمشاهدين جميعا ودعاء لمصر وللعالم كله إن شاء الله نقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وهداية لنا ونور به قلوبنا وقبورنا اللهم يا أرحم الراحمين أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا استغنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم يا ربنا أحشرنا تحت لواء نبيك واصقنا من يدي شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سبقة عقاب ولا عتاب وافتح علينا فتوح العارفين بك وعلمنا الأدب معك واسلك بنا الطريقة إليك وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا فاهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت يا ربنا هذا حالنا لا يخف عليك وعلم كل ذلك بيديك ونحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا اللهم يا ربنا احمي مصر بجيشها وشرطتها ودولتها وشعبها وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا ربنا نعوذ بك من البلاء والغلاء والوباء اصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت ومكن لنا في الأرض يا أرحم الراحمين وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك اللهم جازي عنا مشايخنا وقرأنا يا رب العالمين خير ما جازيت قراءا لكتابك الكريم عن أمتهم فاللهم يا ربنا إنهم سبقون إليك في دار الحق فشفعهم فينا وجازهم عنا خيرا جزاء وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأبناءا خيرا من أبنائهم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين استجب دعاءنا فشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا واجعلنا من مستجاب الدعاء نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعطينا خير الدنيا والآخرة وأن تجعل الدنيا في أيدينا وأن لا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحيد اللهم صلي وسلم وبارك عليك فضلت الدكتور كل عام وحضرتك بخير كل سنة أنتم طيبون والمشاهدون طيبون في هذه الأيام المباركة وهذا البرنامج الذي يدع في أيام وليالي مباركة وفي أيام محل للاستجابة وأيام رضى الله سبحانه وتعالى نعم شكرا جزيلا لحضرتك ونرى حضرتك على خير إن شاء الله دوما شكرا جزيلا فضلت الدكتور العلامة والعالم أنجليل الأستاذ الدكتور عليكم وشكرا لحضرتك وشكرا لحضرتكم مشاهدين الكرام نرجو أن نكون قد وفغنا فيما قدمنا إليكم خلال الأيام الماضية شكرا لكم ونراكم على خير بإذن الله إلى اللقاء شكرا لكم